اشتركوا في القناة السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد و اخيرا ايربوتس ماكس بصلاة عندنا سنستعرضها معكم اليوم و نشوف الاشياء اللي داخل طبعا مثل ما نشوف ايربوتس ماكس كنا نتوقع انها تكون استيديو على حسب التأثيرات لكن سمتها ابل ماكس ماذا الاشياء و كيف التغليفة تغليفة ابل العادية علامة تابل هنا واللون يكون على نفس العلامة برضو أنا اللي عندي اللون الازرق طبعا موجودة الوان ها نفس الوان الايباد اير بالضبط في السيلفر في السبيسي قريب في الازرق في الاحمر و في الاخضر فأنا خدت الازرق ليش مع الايفون تول فبرو مكس اللي عندي اللون ازرق و برضو مع ساعة تابل فالسنة هادي مزرقين احيه 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 نبدأ معاكم نفتحها مذا ما نشوف طبعا السعر مقارنة بالشركات الثانية البعض يقول لك غالي غالي لكن هل نفس الميزات الموجودة بالسماعات الثانية لا يعني استخدمتها الآن لمدة سبوع اللي هي سوني فيها ميزات فيها اشياء ممتازة المتيريا الآسف يعني من احنا فيها سمعكم الصوت يمكن من علي لان استخدام علي لحق السماعات دي يمكن لكن يشتري كل شي بلاستيك نشوف هنا قبل الشي اللي سوت الشكل اختلاف كثير عن السماعات اللي موجودة في السوق قبل تعرفوني اذا اجب تسوي الشي تسوي لازم تغير الشركات الثانية فهنا لو بنركز عليه هنا شوي نفس الايفون احيانا يكون تسيلي 3D او مرتفع مش بس رسمة يعني نفتحها معاكم ونشوف حلو هذه السماعة حتى من الداخل لو بنشوفها في ارتفاع هنا هنا الارتفاع اللي موجود لحق دلجها هنا شوي نازل او طالع لحق دلجها ففي بالعكس موجود الفيديو هذا رح نتكلم لكم كل عن شكل السماعة وكل شيء من بوكسنج بس ليش لانه شي جريد مش موجود في السوق او اول مرة تسويها نسخة جريدة فلازم نمشي علي ourselves الصناعة وثقل انا اول ما لمس لي تقماشا هنا لقماش هذا لا لا في dele هذا لي cordon من حيث السماعة الزانية كلها هنا جلد او يكون قماش خفيف مثل سوني يكون هنا جلد واوز فيaman في الملك على قيم سورط جران يكون هنا قماش من دلما نفتر قماش خام لكن به غرء جودة والسبعمائية ستكون جلد هنا طبعا هنا قماش غير قماش توقع المش موجود توقع فيها شخص يستخدمون عندها الكراسي بعض الكراسي تكون مفتوحة لكن هناك ماتيريال في شغل نفتحها معاكم هنا قبل ما نشوف كيف هذا بس تقليفة الكيس اللي ما ادري كيف راح استخدمها نطلعها معاكم ونشوف كنت الكيس أوه ورق قوي طيب قبل ما نقدر نفتح التقليفة بدون ما نخرب الورق نفسه أبد يعني خلاص معزمة لازم حسنا حسنا دعي هذا الورق على الجن الورق مقوّب مرة لأنها تكون موجودة تحت فهذا مقوّد الجن دعي السماعة على الجن الأشياء التي تأتي مع السماعة هناك توقع ستكري دعي نشوف طريقة تركيب أو أنك كيف تشبكها مع الآيفون هذه الأشياء للجماعة أوكي ما فيها الابل لوجو أو ستيكر ابل ويجي معها سلك يو اس بي سي إلى لايتنينج أبليل الآن توقع تمشي لايتنينج ذي لآخر رمق من العمور تمشي معك لايتنينج المهم هذه الحافظة أشخاص كثار طلّوا عليه كلام وكل شيء بالنسبة لي لو بتكلم للنفسي أنا أنا السماعة اللي عندي موجودة كلهم ما أستخدم الحافظة أبد أبل تبيت جبرك تستخدم الحافظة ما أدري إلى الآن ليش؟ لأن السماعة هذه ما فيها زر للباور هذه الشي الجريد المشنة موجودة في السماعات السماعة الثانية لازم نطفيها للباور هنا لا بس تفصلها تخش في السليب مود إذا ركبتها هنا داخل في نفس الكيس في السماعة فيها سنسر يدري أنه مركبه في نفس الكيس ويخش في السوبر لو باور مود أو شيء أعتبر كنها طافية لكن مش طافية بسبب أشياء كثيرة توقع أنها ستكون لو تخش هنا ما تكون طافية كامل لكي تطلعها من نفس برنامج الموجود على الآيفون فايند مايند نرى جهازك هذا الشيء يحسب لها ليس موجودين في السماعات الثانية باردة جدا درجة الحرارة عندنا برّة تحت سالب 8 أو 9 متروكة برّة من باب شركة الشيحن جابتها لي باردة جدا بسبب أنها هذه ألمانيوم طيب نفرها هنا نرى الكاب هنا الموجودين حفاظ على السماعة نفسها نتوقع أن نجعل كل شيء على جنب خلصنا منهم هذه السماعة هذا الكيس قبل أسفي طيب تدخلها تدخلها وتسكر عليها وتعمش فيها أو تعرفونها هنا مفتوحة لحق الشحن إذا كنت تشحنها قبل تقولك أنك تجلس 20 ساعة استخدام طيب إذا فصلتها من راسي أنا من النوع الذي لم أضعها في العلبة أبد فيها أشخاص كثيرة أتوقع نفسي فقط أفصلها وأضعها في الستاندن تحت الطاولة طيب هل ستصرف بطارية كده هذا شيء صعب جدا أن يتحمل سماعة وضعها تحت كده تصرف بطارية سنرى قدام الرفيول كامل طبعا الأشياء الثانية اللي موجود فيها وليس موجودة فغيرها هنا الكيشن دله موجود تقدر تغيرها طبعا ميغنيت هذا الحلو شركات الثانية يكون عليهم جلد مثل هذا النوع من الجلد لا تقيت تفصلها خلاص تخترب وتنشقت كل شيء الله يكون في عون تتغيرها هذا الشيء الحلو أنه هنا يقدر يتغير هذا وبرضو هذا قماش ينحسب لحق قبل الجلد ما يعجبني أنا وما أنك في الدول الخريج بمئة في المئة ما رح يعجبك الجلد خلاصة إذا كنت طالع برا الشارع في وقت الحرارة ستعرق إذنك هذه قماش إذنك تتنفس يخش هوى وفي عزل برضو وبرضو هنا مدل ما قد تكون قماش هنا الكب مثل ما نشوف كيف تنفصل والله بسهولة مرة شوفوا كيف تركها وتنفصل حلو طبعا متقدر تسوي لها كاستوم هذا الشيء اللي ما عجبني برضو عند أبل وكي اللون أزرق وأقدر أشتري كابات دي بالحال لهم طبعا بسبعين دولار غالية لكن أدفع سبعين لو اختربت هذه مثلا علي ولا أقط السماعة ولا شوف لي حل لأنه مركب على طف السماعة ما قدر أغيرهم هذا الشيء حلو أنك تقدر تشتري ثانين لكن أبل لماذا ما أعطت دين كاستوم يعني بعض الأشخاص يقول لك أوكي أبيها تكون لونها أزرق وهذا يلي يكون لونهم أحمر مثلا لونهم يكون أسود كيفي؟ تقدر تسوي الحركة إذا شريتها الآن كذا وتروح تشتري كابات من فلسطين إذا بدأت تبيعهم أبل تسوي لها كاستوم طيب أبي أشتريها من البداية كاستوم يعني أنا أعدل عليها ما أدري المهم بدل ما نشوف طبعا القطعة الواحدة بسبعين دولار غالية السماعة نفسها غالية لمنافسين إذا كنتوا بتقولون منافسين لحق السماعة اللي موجودة سوني اللي قبلش وردكم إياها أو بوز أو بوز 700 أنت واختيارك وأنت اللي تحط المنافسة لحق أي شركة على احتياجك نفسها أنا بالنسب لي الميزات اللي موجودة رح أتكرها لكم بعضها موجودة في السماعة الثانية لكن في بعض الأشياء مش موجودة في السماعة الثانية مش موجودة في أي سماعة موجودة في السوق الآن فهذه الأشياء اللي بقول لكم إياها حين أنت لتحدد اختيارك كبداية فيها Active Noise Consolation هذه اللي موجود الخيار اللي في Active Noise Consolation أو أن ما نعرض الإزعاج يكون Active شغال على طول هذه موجودة هنا السماعة الثانية بعضهم فيهم بعضهم لا طف السماعة يقول لك ورجع أشقلها مرة ثانية أجلس هنا كل مرة أذهب إلى مكان ثاني يجب أن أطفي السماعة ورجع أشقلها عشان تسوي سكان الحق المكان هذه على طول شغال على طول يتأقلم معك على أي مكان تجلس في البيت طلعت إزعاج برا يشتغل أزيد يغلل كيفك أنت يعني نفس اللي موجود في الـ AirBots Pro Active Noise Consolation ثاني حاجة Transparency Mode موجودة في السماعة الثانية ومعروفة هنا أبل وموجودة واستخدمناها في الـ AirBots Pro ممتازة في الـ AirBots Pro فكيف هنا سنرى معكم قدامك برضو Adaptive EQ بعض الشركات موجودة فيهم أنك أنت تلعب في الـ EQ ترفع الصوت تنزل هنا لا Adaptive EQ نفس موجود برضو في سماعة الـ AirBots Pro هذا الشيء لو تسمع غنية مثلا في برنامج معروف صاحب الغنية هو يرفع الصوت هي نفس الغنية يعني يعدلها على الشخص اللي سوى الغنية أو المغني على الصوت اللي يريد أنت تسمعه كيف هو يريد الغنية حتى تطلع على طول Adaptive يرفع ويعدل كل شيء الـ Bass و الأشياء كلها في هذا الشيء الخيار الرابع و الأخير اللي موجود فيها Spatial Audio و Dynamic Head Tracking ما هو هذا الشيء؟ Spatial Audio نزلت في سماعة Apple اللي AirBots Pro سوى أنها فيديوهات غديمة كيف أن إذا لبست السماعة ومشغل فيديو مثلا ذلك الجهة وانت تجالس هنا وتسمع الصوت فهي طلع لك الصوت ذلك ذلك الجهة كأنه شخص حقيقي لو تفر رأسك الصوت راح يتغير ما يكون في السماعة ليسار من نفس القوة يعني الصوت راح تسمع من السماعة لي من أقوى لأنك كأنك تكلم شخص حقيقي هذا الشيء طبعا يخش معك 3D و الأشياء الموشنز مثلا شخص مر عندك 3D شقلته توجيه من إذنك ليسار في مثلا فيلم طيب لو لفيت رأسك راح يطلع الصوت موش من إذنك ليسار يطلع من الخلف فإنك مثل ما تقول مش بس 3D لأنك تعيش داخل الفيلم نفسه هذا ليس موجود في السماعة الثانية إلا 200 من سوني أو 400 من الشركات الثانية في شركات ب 1800 دولار ليس موجود هذا موجود على سماعة أبل فقط الآن و لازم تستخدمها مع أجهزة أبل الموجودة الآن و لازم يكون برامج خاصة تدعم ذلك مثل أبل تيفي بلس لازم يعني برامج محدد أبل تيفي بلس يدعم لك ذلك إذا كنت تشوف أفلام طيب نأتي لحق المايكروفون فيها السماعة هذه أفضل من غيرها أن فيها هذه التسع مايكروفونات موجودة حول السماعة و في ثلاثة منهم يكونون لحق الصوت اثنين منهم لحق نويس كونسوليشي مثل من الحق الذي يجد تكلم و واحد منهم المايكروفون فعندما تتكلم ثلاثة مايكروفونات ستعمل اثنين يسون لك عزل لحق الصوت و برضو واحد لحق المكلمات فأفضل من غير بعضهم واحد بعضهم الصوت أصلاً مش كويس فهذه كالأرقام الموجودة حين ممتازة التشب اللي فيها فيها H1 نفس اللي موجود في الأيربوتس برو هنا H1 مصنوع من أبل معالج موجود في السماعتين هنا واحد وهنا واحد فهذه الشيء الحلو فيها برضو جيرسكوب لا تكلم كيف حطتها أبل بسبب أن مهما قدنا نكون قبل شوية سبيشال أوديو واللي فيها الهيد تراكينج ففيها جيرسكوب موجود في الجوال ده أبل حطته هنا لك فراسك وين تفتر وين توقف السماعة نفسه تعرف المسافة وانك منسدوح وانك كل شيء موجود هنا علشان يقلم لك الصوت بالضبط مع الجهاز هذه الشيء مش موجود في السماعة الثانية هذا بفلوس حطوه هنا السعر لازم يقل شوية طبعا السماعة كلها ما فيها مثل ما نشوف أي شيء هذه السماعة اذا شفتها كده تعرف أن أبل مش موجود هنا في السماعة الثانية شكل جديد أبل معروف ان لجدت بتسوي الشيء لازم تسوي غير الغير علشان تحتفظ بالطبع حقها خلاص تصنع لك ذي الشكل لأنه خلاص أبل قال لي ما عجبني برضو أنه ما فيه علامة أبل بعض الأشخاص يقول لك اوه ليش ما فيه علامة أبل متجنهم صح لكن هل فيه سماعة أبل صوتها فيها علامة لا يعني ايربوتس الأولى ايربوتس ثاني ايربوتس برو ما فيها علامة أبل على السماعة نفسها حتى من داخل يعني فأبل ومسوي لك كده الشكل أن توقعته هنا والأفضل أن يكون فيه لمس لكن أبل لا قالتك ما نحط فيه لمس قدام لكم المراجعة كاملة عن هل أبل رح تحط لمس أبل ليش حشرة اللمس إذا كانت تبي تحطها من قبل نتكلم لكم قدام السماعة ما فيها إلا زرين مثل ما نشوف هنا تحول بين المود Transparency Mode أو Noise Consolation فالأشياء كلها موجودة وهنا المرة الأولى لحق الصوت تشقلها ولا الأنصر لحق ال Call وكل شيء موجود تضغطها وتتم ضغط عليها تشتغل عندك سيري ما فيه سماعة ثانية فيها سيري إلا هذه تكون built-in فيها فهذه الأشياء كلها هنا موجودة طرق بين السماعة الثانية السماعة الثانية فيها زرار هنا ونتلابسها تطول وتقصر الزر يحول تضغط مرة واحدة مرة ثانية ثلاث مرات هنا لا basic شيء حلو هذا الزر يحول بين Noise Consolation وال Transparency Mode وهذا تطويل وتقصير نفس الموجود في الساعة بالضبط فعرض أن تلابسها رأسك ترفع أيدك وتخليها تطول وتقصر أو تضغط هنا مثل ما قلت لكم سيري وتحول بين الموسيقى اللي عندك وتحول هنا بين الأوضاع اللي قلت لكم عنها دعنا نجرب حين طبعا كبداية ما راح تشبك لما نحطها على رأسي فلو بحطها على رأسي حين تلقائيا مثل ما شفت شبكت على طول وطلعت عندنا هنا هنا الأوضاع كلها مع iOS 14.3 الخيارات كلها تكون موجودة عندك مع السماعة تكون موجودة سما هنا هنا لو نضغط راح أطلعنا الخيارات اللي موجودين تحت أقدر أحول بين ثاني هنا أو أطفي مثل ما نشوف الزر اللي في السماعة لو بضغط عليه مثل ما نشوف ضغطة واحدة راح يتحول عند نوائز كونسوليشن حين ما اسمع شيء اضغطت الثانية يتحول ترنسبيرنسي مود مثل ما نشوف هذا الخيار وبرضو في خيار ثاني بره مثل ما نشوف سبيشال اوديو هذا الشغل إذا كنت تسمع فلام ثري دي اللي موجود في السماعة الثاني وبرضو الخيار المحيطي اللي كنا مثل ما تكلمت لكم قبل شوي كيف الشخص لو تحول البوزجن حق راسك تفره الصوت يتغير عندك هذا الخيار اللي مش موجود في السماعات الثانية كلها هذا هو ولو تشبك على جهاز اندرويد او ويندوز الخيار هذا ما نجل تستخدمه فقط في الاي او اس ماذا نشوف حلو شكلة ما راح يستفيد من إلا إذا كنت شوفه فلام هذا الشيء لصلا الشخص راح يستفيد من أكثر كيف تشبك مع الجهاز ما في أي شيء يعني جديد من قبل طلح السماعة تحطها يمك تجيب جهازك ماذا نشوف اللون الأخضر مثل ما نشوفه علمك ماذا نشوفه ماذا نشوف البطن ما سمتها قبل صلا ماذا ندور ماذا نشوف نشوف البطن مثل ما اتكلم لكم قبل قليل هذا هو الخيار اللي موجود لو انك تريد تشقلها وتعرف كيف الصوت كيف يكون حولك مثل ما يشوفها وتحرك راسك يتحرك فيقول لك انك لازم تلبس سماعة لكي تستخدم الشيء لا سنستهدمها معاكم مثل ما نشوف لكي تركبت السماعة تدري انها لابنك بس تفصلها تطفي عندك السماعة فهذا الخيار سماعة ما تفتر اللي عندك هذه الخيارين بس سماعة ثانية تنعفط هذه ما تنعفط هنا مثل ما قلت لكم الومنيوم هنا ستايني ستيل حتى هذه ستايني ستيل بس ملبس عشان الراس وهنا الجيرسكوب هذه الحركة الحلوة انه مثل ما نشوف تقدر توقفه في اي قياس انت تحتاجها وهنا الحركة مثل ما نشوف حق ضغط الرأس اذا كنت على حسب حجم رأسك فهذه الحركة حلوة ليس موجودة في السماعات الثانية السماعات الثانية كلهم اللي موجودين الآن هنا الصوت عندك والتقسيم هنا لا تحطها في اي وقت ما فيها ستندات يعني توقف هنا لازم توقف هنا لا في اي مسافة تقدر تحطها انت بكيفك طبعا فلكسب مثل ما نشوف أفضل من القير طبعا الطقلة تجيك من هنا نكتفرها لكن مثل ما نشوف ممتاز جدا هنا ألمنيوم وغالي ليش لان هذه قطعة ألمنيوم كاملة قطعة واحدة هذه مستوية نحتة كاملة لحق الألمنيوم تمنيت فيها تكون برضو الوايرلس على الأقل قبل هذا يشبك على طول تشحن يعني ليش محطيتي المكسيف ليش لا لازم تشحنها بالمدخل الايفون اللايتنينج طبعا في شحن سريع بخمس ساعة ونص تغريبا حلو فهذا أنتاني لحق البلوتوث مثل ما نشوف كيف الخيارات الموجودة هنا والمايكات الموجودة طيب فيها أشياء ثانية فيها أشياء ثانية السماعات الموجودة في السوق مثلا سوني المارك 4 تستطيع تشبك على جهازين هذه لا جميع جهازة أبل عندك ايفون تشبك عليه جاءتك مكالمة على الايباد مثلا فيستايم تشبك على الايباد وتكلم وتشغل فيديو اللابتوب تشبك على اللابتوب وتسمع الصوت رحت الغرفة وعندك الابل تيفي هناك تشغل فيديو هناك في اليوتيوب وفيلم تشبك على الابل تيفي فتشبك مش على جهازين تشبك على جميع أجهزتك هذه اللي موجودة هنا والشيء قوي خاصة للشيء خاصة للأشخاص اللي لديهم أكثر من الجهاز وللازم جهاز ابل لكي تشبك عليهم الميزات اللي قلتك مياها الآن تشوف الميزات وهل تحتاج تشتريها ولا لا انت اللي تحدد فيمكن اي ويمكن لا على القيمة حقاتها هذه القيمة حقاتها هذه تستطيع تشتري للآيفون SE صح من ابل نفس يعني ما تقول اوه اقدر شيء بلاستيش لا حتى ابل نفسها ابل ليس موجهة لحق الاستخدام الطبيع مثل ما قلت لك يعني بعض الاشخاص والاصل انك تفكر اذا جهازك قديم تشتري لك ممكن ايفون اسي او ايفون 12 مني ولا تشتريها لكن اذا كنت انت لا عاشق الصوت تستخدم سماعة لحق الافلام وتسمع الصوت والدقة وتريد تجرب اوديو اذا انت تستخدم ويندوز مثلا كميوتر حقك ما نسحك فيها عندك اجهزة ثانية عندك سونية ممتازة عندك بوز ممتازة فانت وتحديدك اذا لم يكن لديك ايكو سيستم كامل عندك فقط الايفون ايضا نسحك فيها ممتازة لكن ستعتقد شيء واحد كيف تتنقل بين الاجهزة اذا لم يكن لديك اجهزة طبول لا نسحك فيها تشبك على الجهزة الثانية صح تشبك الميزات كلها ستكون موجودة فنصيحتي لا نشوف قدام الان سأستخدمها معكم اكثر من يوم ونقارنها بكرة ونشوف كيف استخدامي لها اول حاجة سأقوم بالفيديو القادم كيف استخدامي وانطباعي لها يوم كامل بعدها بيوم او يومين سنزل لكم مقارنة بينها وبين السماعة الثانية الموجودة وش الفرق وش اللي حسيت فيه وهل هذه افضل من غيرها ولا لا كاستخدامي انا وراح اعطيها علي علي من اشخاص اللي استخدام سوني ويحب سوني في الصوت ستجرب هذه نسوي فيديو خاص لها علي وهو اللي يغرر هل السماعة هذه ممتازة بسبب شخص يعشق سوني كده اتوقع ان اخسرنا محايدين وتكلم عن كل شي ففي هذه الفيديو لا تنسوني اشترك في القناة واشترك في حساب بالسناب شات اشترك في ضبطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم